سد النبي صلى الله عليه وسلم واضب على صلاته ثم بعد ذلك امتثل لأمر ربه سبحانه وتعالى حبا وكراما فواضب على صلاة قيام الليل وكان يلقى ربه تبارك وتعالى ويقف بين يديه متبتلا متضرعا في صلاة الليل وفي جوف الليل حتى جعلها الله فرضا على حبيبه فقال له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ولما رؤيا صلى الله عليه وسلم وقد تورمت قدماه الشريفتان من قيام الليل قيل له يا رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا نتخيل أن أمين وحي السماء سيدنا جبريل عليه السلام أتى إلى حضرة النبي وقال له عش ما شئت فإنك مين وأعمل ما شئت فإنك مجزي به وأعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس فعلمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الشرف في قيام الليل وفي ركعتين في جوف الليل مع الله سبحانه وتعالى وكان يختم ليله بصلاة الوتر صلى الله على حضرته وآله ثم اجتهد بعد ذلك في صيام النوافل فكان يصوم الاثنين والخميس ولما سئل عن يوم الاثنين قال ذاك يوم نريد فيه وعن يوم الخميس قال هو يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله وكان يحرص على صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم من صام لله يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا وقد حثنا صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد في العبادة وعلى حسن الحال مع الله سبحانه وتعالى وعلى التقدم الدائم والمستمر في العبادات والطاعات ليتشرف الإنسان بلقاء ربه تبارك وتعالى وبخلوته مع الله عز وجل وكان صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على النوافل فوالذي قال من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة وفي رواية بنى الله له قصرا في الجنة وعلمنا أن هناك سنن منها السنن المؤكدة ومنها السنن غير المؤكدة وعلمنا أيضا صلاة الضحى صلاة الأوابين وصلوات كثيرة جدا في كل يوم وليلة وعلمنا الاستخارة إذا كانت لنا حاجة أن نلتقي مع الله سبحانه وتعالى وأن ندعو الله في سجودنا وفي دعائنا وأن نسأل الله أن يقضي حاجتنا وعلمنا صلاة قضاء الحاجة إذن كان صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يعلم الصحابة النوافل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت بيّن أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بهذه الثلاثة وهي أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلات الضحى وأن أصلي في آخر الليل وطرا ولا يدعونا حتى يموت وحرص الصحابة رضوان الله عليهم على أن يتبعوا منهج النبي في حاله مع ربه سبحانه وتعالى وكان أحرص الصحابة على أن يقلد المصطفى في مشيته وفي وقفته وفي كلامه وفي حديثه عبد الله بن عمر رضي الله عنه والذي بيّن أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان كثير الذكر يذكر الله تعالى ليلا ونهارا أنا ليل وأطراف النهار قاعدا وقائما وجالسا ونائما وفي كل أحواله فقال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم اغفر لي وتبع لي إنك أنت التواب الرحيم أكثر من مئة مرة وقال صلى الله عليه وسلم يتحدث عن نفسي وإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من سبعين مرة على ما يتوب ومما يستغفر الله تعالى إذن فنحن في أمس الحاجة أن نعيش هذا الحال مع الله كما كان صلى الله عليه وسلم تعالوا بنا نشنف الأذان والأسماع والأفئدة والقلوب بفاصل من الابتهالات والمدائح النبوية مع فضيلة القارئ والمبتهل الشيخ محمد سمير الشهاوي